دايماً لما بكلم دكتور عمر الشرير في التليفون لما بيجي لي مشاكل كتير على صفحتي فمعظم المشاكل اللي أنا كلمتك فيها يا عمر عن العطاء يعني ست أمالة عيت وتحكي بقالي عشرين سنة بدي بدي وضحيت وبعت ورث بابايا وساعدت جوزي وقفت جنبه وعملت لولادي وفي الآخر سبني ورح لوحدة تانية أو في الآخر عيت وقعدت لوحدة وما لقيتش اللي قاعدت جنبي فالعطاء الناس المعطاءة دي هتلاقيها طول الوقت بتحب تسعد كل الناس اللي حواليه بس بتنسى نفسها ده حقيقة ما تدينا إزاي جرعة العطاء المزبوطة بس ده غلط أنا عملا أقول وحكي كفاية عطاءات مش أي حد نبديله العطاء ونبدي للناس اللي تستحق العطاء العطاء لازم يكون متبادل ما ينفعش أنا أدي للأدامي تضحيات وتنازلات وحب والأدامي بخيل في المشاعر ضعيف في العلاقة التبادلية ما بينه وما بينه ما ينفعش أنا أكون مستني وحجم توقعاتي من اللي أدامي يكون كبير وأنا في الآخر أرضى بأقل الفتات منه في المشاعر أو في الإنفعلات أو في الحب أو حتى في الماديات